انا احنا معانا على الهاتف مباشرة الواء عمر حنفي محافظ البحر الاخمر مساء الخير يا سيدة المحافظ مساء الخير مساء الخير جمال بيو مساء الخير يا نانسي مساء الخير عبساد المشاهدين جميعا اولا لازم يعني اهني حضرتك للمرة السبعتاشر مثلا او الثمنتاشر امش فاكر ايه المرة كامل واقولك ان حضرتك عامل شغل عظيم في هذه المحافظة بالضبط هو اهم مثل موضوع ان احنا الحقيقة الشهر اللي جات دوت في ضمن احدى المسابقات او اهم المسابقات العالمية الغرباء اكتيرا كاهم عشر مقاصد سياحية على مستوى العالم الله عبر الحمد لله رب العالمين ودي حاجة الحاجة التانية يمكن انا حرجع للكلام اللي سياتي كنت بتقوله والاستاذ انالسي وهو ما يتعلق بيه الشعاطة العام او الاماكن المفتوحة للناس انا لما استلمت من حوالي سنتين وشوية كان فيه شكل جديد جدا بان كل كل زي ما حيطك عارف كل فندق او كل منشأة سياحية لها عنده البلايش بتاعه البلايش بتاعه البلايش بتاعه وعنده الشاطئ الخاص بتاعه وانا ما فيش حاجة مفتوحة فابلت كده للناس ان هي تنزل وان هي يبقى من حقها ان هي سوقت الحقيقة كان عندي عدة اماكن بس الاماكن دي كانت محتاجة ان هي تتعلم من اول وبديد انا عملت الاول اللي هو الشاطئ العام عملت له زي بروموناد او مامشا اه احنا تابعنا مع عصياتك الحكاية دي فعلا وده يمكن احنا تابعناه ثم منزلت تحت ده بعمل 500 متر على البحر وابدعنا ان احنا نشتغل فيه الجزء الاولاني منه تقريبا خلص احنا هنستطيعه على في خلال شهرين يعني بعد رمضان بشارة ان شاء الله وجيت عند المامشا اللي هو المامشا ده قديم اللي هو يعتبر الظاهير لكل الفنادق في وسط الغداء وده هو المامشا الرئيسي اللي كل السياح تقريبا بيجمعه فيه بالليل ويبقى فيه عدد كبير من البزارات وعدد كبير من الكافيات وده طوله حالي 7 كيلو ده بيعاد او اعيد بالكامل احنا بنعمل فيه حاجات جديدة عملنا فيه تراك عجل نستمع كيلو ده حلو قوي بعمل فيه جن مفتوح اكتر من جن للناس اللي عاوز تلعب رياضة اللي بيلعب رياضة بقى واللي بيركب عجلة بيركب عجلة واللي بيتمشى واللي بيعض على كافية واللي بيعض يعني اكتر من نشاط واكتر من حاجة مفتوحة وده بتبقى اول مرة بتتأمل والحقيقة احنا عملنا لها تخطيب قويس قوي والنهاردة انا خلصت يمكن احنا خلصنا حالي اربعة كيلو من ستة كيلو طب هير اه حاجة افضل لنا اخر اتنين كيلو ان شاء الله بنشتغل فيهم ودول بنشحاقدوا اكتر من ان شاء الله ليه ما يبقاش في فعاليات فنية على الممشى ده موجود عملنا احنا عملنا جزء كبير عملنا اكتر يمكن احنا عملنا حفلة او اكتر من حفلة الفنانين عملنا معرض مفتوح للنقش يعني زي النحت والصور الزيتية والكلام ده اكتر من حاجة بتتعمل على الممشى دلوقتي هيبقى فيه اماكن اكتر اتساعا يعني احنا وسعنا كمان علشان ما نيجي نعمل حاجة زي كده نقدر نعمل حاجة تبقى واخده اكبر قدر او اكبر عدد من الناس يعني وده اشتغلناها بالتخطيط دوت بالشكل دوت بعد كده انا عملت شاطئ جديد تاني بقى يعني ده واحد حاجة تاني يعني زيادة او زيادة استغلنا مكان كان مغلق تماما وكان يعني المكان ما كانش يعني كان فيه نازع ملكية احنا اخدناها من اشخاص ما كانوش كدين في انهم ما يتعاملوا في هذا الموضوع وحاولنا الى شاطئ عام كامل ده حيبقى بمسافة اربعة كيلو وبرضو بعمق حالي تلتميت كيلو وده بيتعامل فيه بقى تحت شوية حنا اعملها تاخد منظر تاني زي كبانة وزي كمان زي كده زي على الشكل بس على نمط جديد بحيس ان هو ما يقفلش الرؤية امم والكبانة دي بقى تتأجر مسلا بيوم بشهر حاجة زي سيدي بشر كده زمان زي الكبانة لا لا اقول ايه انا ما عميش حاجة مقفولة الكبانة اللي هي بيبقى تقدر تخش حيثك تقعد فيها عيلة بتبقى متقفلة اه مش تقفيل الكامل اه وتبقى فيها عندك المثلا فيها التلاجة بتاعتك فيها التغذب انت تبقى قاعد والدنيا مكشوفة قدامك اه والمقفول بيبقى له مشاكله في اه ومعمول لكل واحدة برضو الـ WC بتاعها الخاص اه اه المقفول بيبقى له مشاكل كتير جدا اه بيبقى له مشاكل في توقيتات الاغلاق وتوقيتات الفتح ويعني له بعض المشاكل اه اه احنا بيحاول نحن نتجنب هذا الموضوع اه وده اللي معظم يعني لما بيجيب حيثة جذاتي معظم يعني عايز تقول بدلا ما يبقى عندي شمسية مثلا يبقى عندي الكبانة دي اقعد فيها كعيلة اه مع بعض عايزي غير يدخل طولات بالظبط كده بيكانة بقى اه اه يعني وعلى حسب يعني مثلا واحدة بتاخد تمانية واحدة بتاخد اه واحدة وهكذا اما دول موجودين في الساحل على ما اعتقد صح كده بالظبط كده بالظبط كده فيه جزء منهم موجود كده وفيه في اليونان بالذات اه فيه حاجات اه واحنا لما بيجي نشتغل فاندن برضو ببنبص على كذا فلاج على مستوى العالم اه بحيث ان احنا عايز بنعمل اه يعني نبتجي من دايما من حيث انتهى الاخرين اه يبقى بشكل كويس اه ومناسب مناسب للبيئة ومناسب للعامل الجوية برضو اه والخدمات الموجودة طبعا يعني فيها العايز يأكل عايز يشرب اه مية حاجات كده يعني كل دوت متواصر وبنشتغل فيه وبدأ بيتطرح المستثمرين بيخش ياخدوه ولكن احنا بنحط شرطنا على اللي تشين نفسها اللي تخش تاخد الكلام دوتا اه مثلا مش عاوز اقول مساميات اه حاجات عشان ما نكونش بنعلن عنها او حاجة اه لكن دي تنفع كذا دي تنفع كذا دي تنفع كذا بس ما جيش حد في النص يبقى مش ماشي مع النمط العام للمكان يعني اه 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 يعني كده كده الغرداء هي حلوة يعني هتبقى احلى واحلى كمان احنا بنسعى وبنحاول وربنا يكرمنا يعني اللي علشان خاطر نفرح الناس وفي نفس الوقت تبقى مكان جاذب للسياحة اكتر واكتر بالزبط انا بحيى حضرتك والله يا سيادة اللي هو على كل حضرتك عملتوا في الغرداء ده انا شايفا ان الغرداء يعني تغيير كامل متكامل شامل كل نيولوك الغرداء عملت نيولوك فانا بحيى بجد حضرتك يا سيادة اللي هو واحنا برضو على وعدنا القديم صادق اكتر من مرة ان حضرتكو يعني تزيعوا مرة من عندنا لازم والله من الممشى السياحي ده نعمل كذا حلقة ويبقى الناس موجودة تبقى هكون سعيد وحنوفر كل الامكانيات ونصخر كل الامكانيات ربنا يخليك وبارك فيك ودايما موفق يا سيادة اللي هو عمر حانا في محافظ البحر اللحم شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم او اتصل على الارقام التالية الفا قنوات الاسرة العربية اشتركوا في القناة